بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هذه الآية تشير إلى سبب آخر من أسباب انحراف بني إسرائيل وهو مخالفة الميثاق واذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم الميثاق الموثق العهد الشديد المؤكد وقد مر الكلام في الآية رقم 40 حول ما كان أخذ هذا العهد اللي أخذ هذا العهد عليهم عبر ما أودعه الله تبارك وتعالى في فطرتهم أو أظهره لهم من البراهين الساطعة والآيات الواضحة وإما أخذ منهم بواسطة النبي موسى صلى الله وسلامه عليه أخذ منهم العهد الشديد بالعمل بالتوراة فعاهدوا الله على ذلك ويحتمل الجمع بينهما إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور لأن النبي موسى صلى الله وسلمه عليه لما جاءهم بالتوراة ما قبلوا التوراة ورفضوا العمل بها لصعوبة التقيد والالتزام بأحكامها فجبرائيل عليه السلام رفع جبل طور أو قطع كطعة من هذا الجبل ورفعها فوق رؤوسهم وهو يهددهم إن لم يقبلوا العمل بالتوراة قذفها على رؤوسهم فاضطروا لقبول التوراة مجبرين والطور اسم لكل جبل إذا كان هذا الجبل عليه أشجار مثمرة سمي طور سينين أو طور سيناء فعن عبد الله بن عباس قال إنما سمي الجبل الذي كان عليه موسى عليه السلام طور سيناء لأنه جبل كان عليه شجر الزيتون وكل جبل يكون عليه ما ينتفع به من النباتات والأشجار سمي طور سيناء وطور سينين وما لم يكن عليه ما ينتفع به من النبات أو الأشجار من الجبال سمي طور ولا يقال له طور سيناء وطور سينين حينما تطلق هذه الكلمات الثلاث الطور طور سيناء طور سينين تنصرف إلى الجبل المعهود الذي صعده النبي موسى لمناجات الله تبارك وتعالى جبرايل رفع هذا الجبل المخصوص أو رفع جبلا من الجبال على رؤوسهم ليهددهم ليلتزموا بالتشريعات والقوانين الإلهية حسب الموثق والعهد الذي كان بينهم وبين الله تبارك وتعالى ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم خذوا ما آتيناكم بقوة يعني ما أعطيناكم من الأحكام والشرائع خذوها بجد وعزم ويقين وشدة ولا تحيدوا عنها هل سنو معنى هذه القوة يونس يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة أقوة في الأبدان أو قوة في القلب الإمام عليه السلام يجيبه فيهما جميعا وربما السبب في ذلك أن قوة القلب تسبب قوة العمل فالمركز وهو القلب إذا كان قويا يدفع الإنسان إلى الاستقامة فالبدن يتحمل بخلاف ما إذا كان القلب ضعيفا فأن العمل يكون ضعيفا واذكروا ما فيه يعني احفظوا وعملوا بما فيه بما في هذا الكتاب اللي هو التوراة لعلكم تتقون النار والعقاب فإن العامل بالأحكام تتقوى فيه ملكة التقوى أو لعلكم تخافون فإن الذي يعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى يكون خائفا متقيا فماذا فعلوا؟ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بعد أخذ الموثق والتخلف عن هذا الموثق والتهديد من الله تبارك وتعالى والآمر بالأخذ به بقوة ماذا فعلوا؟ ثم توليتم من بعد ذلك أي أعرضتم أيها اليهود عن العمل بالأحكام من بعد هذا الموثق الأكيد فلم تعملوا بما في التوراة ولم تمتثلوا أوامر الله تبارك وتعالى مع ذلك شملهم الفاضل والرحمة الإلهية فلولا فضل الله عليكم الذي تفضل عليكم بالتوبة ورحمته حيث رحمكم فلم يؤخذكم بسيئات عملكم لكنتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة الذي ينسلخ عنه الإيمان يكون من أخسر الخاسرين لأنه خسر رأس ماله وهو عمره وطاقته وجميع قواه خسره في طاعة الشيطان الموجب للنيران بدل أن يصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى ليعوضه الله الجنة فيربح سعادة الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين